اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالعملية التربوية والعملية التفقفية وكل عمليات حركة الإنسان كلها مختزلة في مكوناتها الخلقية والوظيفية فالإنسان بطبعه الذي خلقه الله عليه مجبول ويمتلك أربع مكونات خلقية التي هي العاطفة والعقل والروح والغريسة وعندنا مكونات وظيفية التي تعمل من أجل إشباع هذه الأربعة وهي الخواطر والمعرفة والحركة والعلاقات فكل العلوم الإنسانية وكل ما يتناوله الإنسان هو من أجل هذه الأمور إشباع المكونات الخلقية بواسطة المكونات الوظيفية والقراءة لا تخرج عن هذا الجانب ودور الأسرة لا يخرج عن هذا الجانب والطفل باعتباره صفحة مبرمجة برمجة أولية لا يخرج عن هذا الإطار فالأسرة هي المحضن الأول الذي يستقبل فيه أو يستقبل فيه الطفل ويستقبل فيه أي عنصر من عناصر الأسرة هذه الأسرة هذه حتى كلمة اللغة العربية في الحقيقة والله من أدقي العبارات على الوظيفة الأسرية كلمة أسرة من الأسر كل أفراد علاقات الرحيم مأسورون بهذا الوسط وهذا الأسر بناء على العلاقة أو علاقة الود والتراحم والتعاطف أو دعا الله سبحانه وتعالى في العلاقات الرحيم هذه العلاقة هذه في الحقيقة مهمتها بناء الجانب العاطفي والجانب النفسي لهذا الإنسان والطفل حينما تستقبله الأسرة رغم أنه معرض لمجتمع سيملي عليه ما فيه من مفاسد ومن مصابح لكنه يستقبله أول وعاء أو أول محظن هو هذه الأسرة لما تستقبل الطفل هذا الطفل الذي هو على الفطرة والفطرة الحقيقة الناس يفسروها والكثير من الناس يفسروها على أنها صفحة بيضة وهي في الحقيقة لا ما هي صفحة بيضة هي عبارة على استعدادات عند الطفل فيها أسس برمجية يعني مثل ما نتكلم عن نيتيسة ونطرح فيها ديسك دير فيها بروسيسور فيها كارت مير لكن هذه لا تشتغل إلا بسيستام يعني بالنظام الذي سيستغل به فهذا الطفل هو هبارة على أنيتيسة ونطرح ثم يأتي إلى الأسرة والمجتمع ليضع فيه البرنامج أو يضع فيه النظام الذي سيستغل به ثم تأتي البرامج الأخرى التي ستشتغل فالأسرة إذن مهمتها الأساسية هي أنها تبني الجانب العاطفي وبناء المشاعر في الطفل هذه هي الأساسية الأولى لأن الطفل حينما يولد غير مؤهل للقراءة لا يستطيع إمساك بكتاب أو ورقة أو كلمات يعني كلها هذه الأمور رح يبدأ يتعلمها في هذه الأسرة ولذلك الأساس الأول في الأسرة هي هذه الأساسيات الأولى هي البناء العاطفي والبناء النفسي للطفل ولذلك الحقيقة أنا لم أجد تعريفاً للأسرة القارئة لأن عنوان المداخلة هو الأسرة القارئة ودورها في تنشئة الأبناء في حب القراءة والمطالعة ولذلك حاولت إيجاد تعريف لهذا المفهوم الأسرة القارئة قلت هي الأسرة التي أقامت علاقة ود وعاطفة بين أفرادها والكتاب اكتساباً له وحباً وقراءة ومطالعة ومدارسة فالأسرة التي توجد هذه العلاقة مع الكتاب ومع الأنفاظ ومع الأحرف مع الورق مع القدم هذا الذي يستقبله الطفل في أيامه الأولى فيراها في الأب ويراها في الأم ويراها في الأخ ويراها في المائدة ويراها في المكتبة وإلى آخر هذه العلاقة الأولى للقراءة قبل أن يبدأ يتعلم اللفظة ويهجي الألفاظ فإذن مهمة الأسرة هي هذا لماذا القراءة؟ لأن القراءة في الحقيقة لا نتكلموش عليها كمكسب مادي لأننا تقريباً مبرمجون كناس استهلاكيين أننا نتكلم عن القراءة كمكاسب وهو خسائر يعني وش اللي يربح وش اللي يخسر في حين أن القراءة في حد ذاته قيمة قيمة حضارية لم يكتشفها الإنسان إلا منذ أربع ناف سنة يعني قبل ذلك كان الإنسان كل التجارب انتاعوا وكل الخبرات وضايعها لماذا؟ لأنه قبل ذلك لم يكن يدون قبل ما يكتشف الكتابة قبل خمس آلاف سنة أو أربع آلاف وشي كانت الخبرات والتجارب تضيع ولا يبقى منها إلا الشيء الممارس أما ابتداء من اكتشاف الكتابة والحروف والقراءة أصبحت الخبرات تخزن أصبح الإنسان الذي يتكلم الآن عن أي مجال من المجالات يتكلم عنه عمره أربع آلاف إلى خمس آلاف سنة إذا تكلم عن الطب فهو يتلقى الطب وعمره الطويل هذا إذا تكلم عن التاريخ عمره طويل هذا إذا تكلم عن الإنسان عمره طويل هذا إذا قيمة القراءة في كونها قيمة حضرية ينبغي أن تكون حاضرة في الأسر وعند الأفراد وفي المجتمعات وما إلى ذلك ولذلك كما يقول أستاذ جودة سعيد رحمه الله المفكر السوري يقول أكثر الأمم قراءة أكثرها حظا من كرم الرب اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فالمجتمعات المتحضرة ومتعامل التي أفاض الله عليها بكرمه هي الأكثر القراءة والتي حرمت هذه الكرمة هي الأقل قراءة كل ما تجد مجتمع لا يقرأ أي محروم من الكثير من الفضائل التي كرم الله بها عباده فإذن مهمة الأسرة في قضية الأطفال أنها في البداية كما قلنا في بداية العمر لا يستطيع القراءة أولا لكونه غير مؤهل في بداية عمره لماذا؟ لأنه لا يزال يحتاج إلى تعلم الأرفاض تعلم الكتابة الرسم إلى آخر تلك المراحل الأولى ثم إن القراءة في الحقيقة ثقيلة على النفس بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يألفها بمجرد هكذا يأخذ كتاب ويقرأ لا معاناة يعني لتصل أنك تقرأ الكتاب من بدايته إلى نهايته لا بد لك من تجارب وكبوات وسقطات وفهم خطأ وإلى آخره تجارب كلها تتراكم حتى تصل إلى تلك العلاقة الودية مع الكتاب تصبح تحب الكتاب وتلتزم به وهذه طبعا في الأسرة القارئة من الفضائل التحهية أن هذه الأمور كلها تهيئ فيها الطفل في المراحل الأولى بحيث توجد له علاقة بينه وبين الكتاب حتى إذا جاء وقت القراءة يجد نفسه مؤهلا للالتقاء بالكتاب والتعامل معه وحبه وما إلى ذلك فإذن هذه العلاقة تكون عن طريق مجملة من الأمور ولكن أساسها دائما هو البناء العاطفي هذا والذي يعتبر الأساس الأول في علاقة الطفل بالكتاب هذا البناء العاطفي يكون عبر ثلاثة وسائل إضافة إلى البناء النفسي هذا الذي تكلمنا عنه الوسيلة الأولى بعد الإطار العام الذي هو البناء النفسي والعاطفي الاهتمام بالذوق وتهذيب الأحاسيس أن الطفل ينبغي من الأساس الأول أن نهتم به أو نهتم له ببناء هذه المسألة التي هي الذوق يعني دناء الذوق عند الطفل سواء فيما يسمع أو فيما يرى أو فيما يلمس أو بمعنى الحواس الخمسة نتاعه ينبغي أن تشتغل مع ما يشاهد وفق إطار تضعه الأسرة بحيث يكون له حب وبغض للأمور بالتوجيه وقد تكلم علماء النفس والدارسين لقضايا الإنسان حتى ما قبل الميلاد يعني أن يقولوا باللي أن الجنين تقريبا من الشهر الرابع من الحمل يكتمل أو يبدأ تبدأ حاسة السمع في الاشتغال فيقال أنه خلال الخمسة أشهر هذه وكلها تستثمر في هذه القضية أن الجنين في بطن أمه يبدأ يسمع الأصوات ويسمع النغمات المتنوعة يسمع صوت أمه بل يتحسس لمسة بطنها حينما تحرك ويقال أن حسب الدراسات المذكورة هناك دراسة منشورة في موقع جزيرة نت حول قضية الجنين هل يسمعك جنينك أو ابنك في قبل الميلاد فهي حقيقة فيها كلام طويل وعريض عن أهل الاختصاص وهي أن البدايات تعم الاهتمام بالأحاسيس والأذواق يبدأ من هذه المرحلة بحيث أن هذا ما يتلقاه قبل الميلاد سيكون له أثره فيما بعد الميلاد بمعنى أن الطفل يولد وعنده أمور تلقاها وهو في بطن أمه وكين اللي كانوا يستعملوا الموسيقى وكين حتى بعض التجارب عند بعض الجمعيات الأمريكية من المسلمين استعملوا إسماع القرآن الكريم للحامل بحيث تتفاعل وطبعاً نحن نعرف أن المسلم به أيضاً أن تفاعل الجنين بتفاعل أمه بمعنى الاهتمام بسلوكات أمه بجانبها النفسي بمراعاتها بصحتها كلها تنعكس إجاباً على الجنين فإذن هذا التهذيب الأحاسيس والذوق يداخل في قضية الأجهزة التي ستستقبل قراءة كما كان في المحاضرات تعصباح يعني اللي يتكلموا على قضية الرؤية ولا قضية السمع ولا وأثرها هذه تكون في هذا البناء الذي نتكلم عنه اللي هو التهذيب أو الاهتمام بالذوق وتهذيب الأحاسيس الثانية العلاقة مع الكتاب والقلم أيضاً الطفل في مراحله الأولى ينبغي أن نبني له علاقة مع القلم والكتاب أن نعطيه كتاب يبزقه مع لهش أعطيه قلم لأنه مجرد الإمساك بالقلم هي عبارة على بناء علاقة يعني تعارف أنه يتعرف على القدم ويتعرف على الكراس ويلتقي بالكتاب ويعمل هذه الوسائل مع بعضها البعض هو في هذه المرحلة رأي يقيم في هذه العلاقة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة الوسائط والمقصود بالوسائط هي كل الأمور اللي عندها علاقة بالقراءة والوسائط طبعاً كثيرة جداً ولكن يمكن أن نذكر منها مثلاً البرامج الثقافية ممكن الكتاب ممكن شخصية علمية ممكن زيارة شيخ زيارة كاتب زيارة إعلامي ناس يعني الوسط الذي له علاقة بالكتاب والقلم والقراءة هو الذي نربط به الطفل عبر الزيارات عبر حضور الملتقيات حضور المكتبات المعارض الكتاب إلى آخرها كل هذه من الأمور التي يحسن بالطفل أن يتلقاها ويقيم بها علاقات الجانب الثاني اللي هو القدوة قلنا البناء النفسي الاجتماعي نفسي العاطفي ثم هنا القدوة وهي أن الأسرة القارئة في الأصل أن يكون بها علاقة بالكتاب حتى لو ما يكونوا كلهم قارئين تجد الأسرة الكبيرة أو المتوسطة أو الأسرة الذرية هذه الصغيرة فيها واحد يقرأ مثلاً أو اثنين أو كلهم يقرأ أو بعضهم يقرأ وبعضهم لا يقرأ لكن في الإطار العام أن هناك قراءة وهناك مكتب في البيت وهناك التقاع من الكتاب وهناك كلام عن الكتاب وعن محتويات كتاب بمعنى أفراد الأسرة كلهم يتداولون كل ما له علاقة بالكتاب وهذه الأمور هي التي تنمي في الطفل مسألة القراءة أخيراً أو لا مش أخيراً هذا ثالث النقطة الثالثة وهي الإغراء يعني بعد القدوة القدوة أن الطفل أو الوالد والوالدة مليح أن يكون عندهم مظهر والكبار في الأسرة أنهم هم الذين يمثلون العلاقة بالكتاب بحيث الطفل يقتدي بهم في حبه لكتاب وفي تناوله وفي تقديره بعد ذلك ثالثاً الإغراء والترغيب أن يكون هناك إغراء وترغيب للطفل في مسألة الكتاب وطبعاً الإغراء بمعنى يغرى الطفل بالحفاظ على الكتاب يعني حبه بحيث أن الطفل حتى ولو ما يقراش لكن يكون عندها تقدير لكتاب وهذه من العلاقة التي ينبغي أن تكون وأيضاً الترغيب في هذا الأمر يكون من الأمور المحبذة وطبعاً عبر المشاركة في مسابقات معينة إلى آخره ثم يأتي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل بالتهجية والتعلم الألفاظ تركيب الجمال حينئذ يبدأ الحس على القراءة يعني يعلم أن هذا الأمر بمعنى تبدأ ممارسة ممارسة هذا العمل باعتباره هو ثمر الأخيرة لمسألة القراءة لكن هناك محذور واقع إذا قلنا أن هذه القيم وكل التي تكلمنا عنها بمرتبة أو غير مرتبة المهم كمعاني نحافظ عليها باشي الطفل يتعلم شيء شيء رايح يعني يرغب الطفل في القراءة ويجعله كقارئ ناجح في المستقبل لكن هناك إكرهات في الواقع لأن عالمنا الآن بكل أسف يتعامل معنا كمستهلكين في كل شيء نستهلك المنتوج المأقول نستهلك المنتوج الملبوس نستهلك المعلومة نستهلك التحليل نستهلك القراءة بمعنى نحن الآن أسرى لهذا الجهاز هذا العالم سواء تليفزيون والله الآلات هذه اللوحات الإلكترونية أو الهاتف الذكي هذه كلها في الحقيقة نحن أسرى لها كمستهلكين والطفل من ضمن الأسرة وهو واحد من المستهلكين هذا كيف نقدره أن نحافظ على هذه التعليمات التي تكلمنا عنها كمبادئ عامة نحافظ عليها في حياة الطفل حتى يصير قارئاً ناجحاً وبين ذلك الفضول الأربيل الذي يربطه بهذه الأجهزة الطفل فضولي كغيره من الكبار كلنا فضوليون والفضول هذا نعمة من عند ربي ولكن المشكلة إذا راحت في غير محلها حينئذ يصبح الاستثمار فيها سيء فكيف نعمل مع هذا الطفل الذي له الفضول وارتباط بهذه اللوحات الإلكترونية وبين هذه المبادئ التي نربيه عليه ونعليه عنها هذه في الحقيقة كانت تحذير كبير جداً في أن لا نجعل للطفل أن هناك صراع بين الأمرين بين فضوله ورغباتنا وهذه مشكلة وكثيراً ما نقع في الاستدام ويقع الإصراء لأن الطفل بطبعه معاند وإذا لم يعاند مريض يبغي أن يعانج فإذا كيف نحافظ على هذه الصنائية أنه عنده فضول متمسك بهذه الأجهزة ونحن لنا تعليمات نريده أن يحافظ عليها ونقابل فحذاري من أن يقع هناك الاستدام لابد من إيجاد طريق آخر ثالث يجعله يتمسك بهذا ولا يفرط في هذا وكيف نجمع بهذا كليفاكتوركوما هذا العامل المشترك بين ضغباتنا وفضوله حتى ننمي فيه الطفل نبقي على إصراره الذي يبني جزء من شخصيته وأيضاً نبقي على القيم التي نريده الوصول إليها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر